السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نتحدث عن الخطوات الاساسية لبناء او لتركيب الهناجر اولا تجهيز التربة في مجموعة بنود لابد من تحقيقة زي نمرة واحد مراعاة الظروف البيئية للمكان نتكلم عن المناخ ونتكلم عن الرطوبة والاملاح وما الى ذلك من المؤثرات التي تؤثر على التربة التي يقام عليها نمرة اتنين بنتكلم على ظروف التربة المقام عليها ارتفاحها عن مستوى سطح الارض او سطح البح او المكان اللي هي فيه ومدى انسجام التربة مع هذه الاعمال نمرة تلاتة تجهيز المساحة المخصصة للبناء بحيث ان انا بعمل عليها الانشاءات المعمرية وغيرها مثل مثلا قواعد الخرصانية وما الى ذلك ثانيا هيب عندي التصميم الهندسي التصميم الهندسي بيشمل التصميم الشكل المناسب المتفق عليه مع العميل والمتناسب مع النشاط المقام داخل الهنجر نمرة اتنين التصميم الهندسي للاعمدة والجملونات وغير ذلك من الانشاءات المعدنية نمرة تلاتة هيب عندي المصافات الداخلية والتقسيمات حسب الاتفاق مع العميل نمرة اربعة سليب واشتراطات السلامة المهنية قبل واسناء وبعد الانتهاء من الهنجر ثالثا هيب عندي مواد البناء مواد البناء ديت اول حاجة عندي ان انا بجيب مصافات موصى بها لمواد البناء المعمرية ثانيا حاجة بجيب مواد الانشاءات المعدنية الموصى بها وخاصة في استخدام الفلاز اللي انا بصنع منه الاعمدة والجملونات بحدد موصفات الانشاءات المعدنية سواء من الداخل او الخارج حسب نوع النشاط المقام وحسب متطلبات العميل نمرة اربعة المواد العزلة لازم تكون على الموصفات الموصى بها والكسوة الخارجية للصاج والداخلية وغير ذلك من مواد البناء الاساسية نيجي بعد كده لموصفات الهنجر الجيد يكون جيد التهوية جيد الاضاءة يتحمل الرياح والزلازل محكم ضد جميع الحشرات امكانية تنظيم مساحات الداخلية اقدر اغير اشيل وركب وحط وضيف امكانية الاستبدال ان انا اقدر لو في جزء عندي محتاج استبدال اقدر استبدله ده كده باختصار ازاي اقدر احدد الخطوات الاساسية لتركيب الهناجر وان شاء الله نلقاكم في مقاطع ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة